اهلا بحضراتكم من جديد تجارب وديه امام الصيد والجزيرة موليد خلفين وخمسة وعلفين وستة هيلعبوا مطشين ودييني النهاردة على حمام سباحة اهل الجزيرة المطشين فيهم مطش بدأ من شوية والمطش التاني هيكون الساعة تسعة يعني بعد شوية مع نادي الصيد المطشين هيكونوا مع نادي الصيد اما بالنسبة للموليد 2008 هيلعبوا مطش تالت مع الجزيرة بس دايه من الحد اللي جاي بالساعة 8 بالليل على حمام سباحة النادي الاهلي برضو طيب ليه احنا بنقول لأخبار دي بنقول لأخبار دي عشان تعرفوا أن كرة الماء من وقت للتاني لازم نحط الدق عليها لأن كرة الماء من الألعاب الصعبة جدا 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 والنادي قال لما دخلها إدها زخم وقوة حتى المنتخبات مصر فلازم كل فترة والتانية نجيب لكم خبر عن كرة الماء ونجيب أبطالهم لأن الحقيقة لابة دي من أصعب الألعاب وأعنافها جدا وطبعا إحنا عزمان تعرفين إحنا عندنا مدير فن أجنبي ماسك القطاع أو ماسك بيتطور في القطاع بشكل كبير يوناني إحنا كان عندنا مدرسة الأول سربيا مرة دي بدأنا نتاجه للمدرسة اليونانية من أفضل المدارس على مستوى العالم والنادي الأهلي شاف إن المدرسة دي أقرب ما يكون لطبيعة اللعب المصري وطبيعة اللعبة جوالنادي الأهلي